مرحبا برج الدالي اهلا فيك في قراءتك العامة لشهر يونيو شهر ستة القراءة راح تكون من اجل الطالع والشمسي والقمري طاقة الدفاع الطاقة اللي طالع منها ثمانة سيوف طاقة المستقبل تسعة السيوف هني اللي قاعدة اشوف اي صعوبات انت تحس انك تعاني منها خلال هذا الشهر كلها من نسج عقلك من نسج تفكيرك كلها دائما هذلي الكارتين ثمانية السيوف وتسعة السيوف تتكلم عن الطاقة سلبية ولكنها حقيقة مش موجودة في حياتنا احنا نقعد نفكر فيها لحد ما تصبح واقع يوم من الايام الطاقة اللي راح تحتاجها ستة السيوف لازم تبتعد عن الافكار السيئة والنتيجة لوضعك العملي الشيطان ليس بالضرورة مثل ما قلت لكم دائما كل كارت له جانب ايجابي وجانب سلبي ممكن هنا يكون انك تتعامل مع شخص من برج الجديد لحد الان تأثير موجود في حياتك من حيط طاقتك على الاقل وحتى على حياتك العملية ولكن في هذا الشهر يا برج الدلو هو مش شهر قرارات جديدة ولكن شهر الثبات تثبت على جهد انت اسست في الشهور السابقة اشياء عملت ومشاريع عملت عليها وحاولت انك تنجزها خلال فترة هنا ايضا اشوف انك حطيت لنفسك وقت معين قلت راح انجز هذا المشروع خلال هذا الوقت او راح خلال سنة اكون جمعت المبلغ الفلاني خلال سنتين على الكثير راح اكون وصلت الى المنصب الفلاني خلال مثلا وقت معين اكون راح خلصت الجامعة هذا النوع من التفكير هو سبب قلقك لانك ماشي على خطة وتريد ان تمشي عليها بحذافرة في جانبك العملي عليك ان تتبع طاقة المرونة المرونة ثم المرونة هذه ليست فترة جيدة من اجل قرارات جديدة او حتى تغيير في مسارك التغيير الوحيد اللي محتاجه خلال شهر يونيو ان تحصل على نوع من الهدوء الداخلي محتاج جدا الى الهدوء الداخلي قلل من تفكيرك قلل من القلق قلل من الخوف من المستقبل اشوفي هني برج الدلو عنده خوف من المستقبل محتاج طاقة مثل ما قلت لك الثبات راح نوضح للكارتات سبع الافصان تسعت الاكواب وصلت الى مشيت مشوار طويل اطول من انك تتنازل عنه بسبب عراقل او صعوبات في طريقك هني كأنما الشي الوحيد اللي لازم تفوز عليه او تربح المعركة ضده هو عقلك الخاص اشوف ان هاي الاوهام ثلاث كرتات تقريبا تحكس لطاقة الاوهام المخاوف اللي ما لها داعي كثرة التفكير وايضا الكثير من التفكير السلبي انت حوارك الداخلي مع نفسك ما راح انجح ما حققت اللي اريده خلال هذا الوقت هذا شهر الابتعاد عن نمط التفكير لان هذه مش فقط فكرة تأتيك وتذهب نمط صاير عندك النمط هو شي قاعد يتكرر ويتكرر بكثرة لحد ما يؤسس لنفسه نمط بداخل نفسنا احذر من هذا الشي مشيت مش ورط طويل من اجل ان تحقق لنفسك امنية في امنية في قلبك كل واحد من برج الدلو في امنية واحدة كبيرة او باب معين انت حطه في بالك اذا انفتح لك هذا الباب راح تنفتح بعدك كل الابواب اللي ترغب فيها كل الابواب من بعد هذا الباب عبارة عن ابواب ثانوية فرعية مثلا باب المال باب نجاح مشروعك باب حصولك على المنصب هنا اشوف ايضا ترفيع ترقية كأنه ما عندك نوع من الخطوات اللي تريد ان تمشي فيها انتقال خلنا نشوف ثمانية السيوف تحس ان انت ما تستطيع ان تصل للحياة اللي تريدها هذا احساسك الخاص خلنا نشوف النصيحة لك تحلى بالامل تحلى بالامل والصبر هنا عندك طاقة الامل والصبر برج الدلو عرفت الحين شلو سبب قلقك ان تريد ان تقفزك او خطواتك تكون كبيرة عشان تصل لمرادك تشوف مرادك او امنيتك بعيدة عنك ولكن لازم تدرك حقيقة واحدة ان الله سبحانه وتعالى عندما يكتب للباب اللي يفتح من بعده كل الابواب ان يفتح امامك ينفتح لك ما راح يكون فيه تأخير انت في مكانك الصحيح في وقتك الصحيح تحلى بالامل لا تقعد تفكر دامنا مثلا دخلي هالكثر خلال كم راح اجمع المبلغ اللي احتاجه من اجل مشروع اشنون راح ارتب امور المادية الكثير من طاقة التفكير والخوف والقلق لا تفكر اشنون راح تصل الى مرادك ما بين تسعة السيوف وتسعة الاكواب امنيتك في الطريق ولكن لا انت تدقق بينك وبين نفسك في متى وين وكيف الطريقة لا تدقق خلنا نواضح تسعة السيوف الغصنين اشوفك هنا كأنما عملت على مشروعين او حط في بالك فكرتين راح تعمل عليهم ولكن في نفس الوقت عندك شك مش وافق المشروع الاول تحس انها ما راح يوصلك الى مرادك وايضا المشروع الثاني عندك شك بخصوصهم عندك طاقة عدم ثقة ولكن مثل ما قلت لك في بداية القراءة كل هذه الطاقة قاعدة تأتي من عقلك انت مش حقيقية تسعة السيوف طاقة غير حقيقية غير موجودة احنا ننشئها بنفسنا احنا اللي قاعدين نخلق هذه الطاقة لما تنظر الى هذا الكرت على حقيقة الغصنين راح تدرك ان انت اسس لنفسك او زرعت غصنين ثابتين في الارض طالد زمان او قصر راح في النهاية يبرعمون ويثمرون ولكن لا تدخل في التفاصيل لا تدخل تركز في طاقة اللي انا انتظر مثل ما قلوا فيه مثل ان الماء لا يغلي ونحن ننظر اليه هذه هي الرسالة لك باختصار لا تكعد تنتظر وتحسب الوقت وتحسب الدقائق والساعات لان انت جدا مشتاق للحياة للانجاز اللي تريد ان تحققها افهم طاقة الاشتياق طاقة جميلة ولكن لا تدقق اوكي محتاج شوية الى طاقة الهاء ستة السيوف الكوب الاول بالضبط شوف هنا انت عاطي ظهرك لفرصة في يد هنا يد دائما الكوب الاول الخماس الاول عبارة عن فرصة تأتينا من الله سبحانه وتعالى مثل ما قلت لك شنو قلت لك قلت لك الابواب الباب الاول اللي ترغب شوف هنا عندك الكثير من الاماني في باب واحد باب الثراء او باب العلم او باب الهجرة اللي انت حطه في بالك وهو رح يفتح كل الامنيات الباقية بعده انت هنا ما قاعد تشوفها امركز على الوضع الحالي ابعد تركيزك عن الوضع الحالي لان الماء ما رح يغلي وانت قاعد تنظر اليه لما شوي شوي بس على الاقل تسحب اهتمامك تركيزك تكون مركز في اللحظة اكثر ما مركز متى رح يصير حلمي متى رح يتحقق حلمي اهني رح يبتدي ما رح يبتدي حتى اهني رح يتحقق كأنما رح يكون فجأة انتقال فجأة من مدينة الى مدينة من عمل الى عمل من وضع يوم من الايام انت تكون موظف عادي وبين يوم وليلة تصبح مخترع تصبح انسان صاحب منصب عندك انتقال نوعي ولكن الانتقال السرفي رح يأتيك وانت مش قاعد تنتظره انت هنا في طاقة الانشغال في مشاريعك الحالية اوكي نوضح اخر كارت وهو كارت برج الجدي ممكن يكون شخص تتعامل معه بالضبط ستة الاقصان كارت الانتصار كارت الانتصار ننهي القراءة بهاي الكارتين مثل ما قلت لك هنا اليد الالهية يد الله سبحانه وتعالى عطاء الله سبحانه وتعالى هو فقط القادر على ان يفتح امامك في باب او سد حتى مش باب سد كبير امام برج الدلو لانه برج الدلو من الابراج الطموحة يحط امام نفسه اهداف عظيمة هذا الباب مرح ينفتح بسبب جهودك الشخصية لا ينفتح بسبب كأنه ما موافقة الحين اتت الموافقة او منح برج الدلو الموافقة ان يفتح لهذا الباب اللي راح من بعده تقدر تحقق لنفسك كل ما تشتهي وترغب ونشوف الوضع الحالي عندك الوضع الحالي هي طاقة اللي قلت لك ثمان سيوف تسعة السيوف طاقة الاوهام انت قاعد تشوف الواقع وتضيف عليه مخاوفك الشيطان هني موجود في المنتصف مقيد معاه شخصين بالاغلال قاعد تفكر وضعي الحالي مشاريع اللي ابتديتهم جهودي حتى دخلي دخلي ليس حتى قريب من المستوى اللي اتوقعه واطمح اليه يا علي ان بين يوم وليلة راح اصل الى مبتغي هذا شي بيد الله سبحانه وتعالى مش بيدي انا اوقات بعض الابراج يكون انتقالهم خطوة بخطوة لكن ثقبي خصوصا برج الدلو انتقاله ما يكون خطوة بخطوة انتقال لان طبيعة هوائية لانه هو ملك الابراج الهوائية البرج الاساسي انتقاله ابدا ما يكون هادئ انتقال نوعي وسريع وبين يوم وليلة فانت هنا لما تركز على الواقع اتركز شلون راح اقدر اتخلص شلون راح اقدر ادير شيئين عندي مثلا زواج وعمل زواج ودراسة زواج وابناء في الوقت اللي انا قاعد احاول فيه ان احقق نفسي او احقق امنيتي الترو يقول لك هذا الشي مو بيدك لا تعتمد على جهودك الشخصية لا تعتد بنفسك لا تعتقد ان انت هني اللي بيدك الكنترول تقدر تحقق الشي على حسب جهودك الخاصة لان على حسب جهودك الخاصة ما في جهود انت ممكن تسويها عشان تفتح امام نفسك هذا الباب كل اللي انت تقدر تسويه التفاؤل والاجتهاد ستة سيوف مقابلها ستة الاخصان التفاؤل والاجتهاد والباقي تخليه على الله سبحانه وتعالى لا تفكر شلون يوم من الايام رح اقدر تريد وعندك رغبة ولكن دائما ترجع لشلون رح اقدر الانتصار النصر رح يكون حليفك هذا يتكلم عن التتويج بين يوم وليلة يتكلم عن شخص على الحصان وكل الاخرين مقارنة فيه واقفين على الارض اقل منا منزلة اقل منا مستوى رح تحصل على مكانك الصحيح اذا تشوف ان الموضوع فيه تأخير اتأكد لان الله سبحانه وتعالى ما رح يسمح لك ان تدخل في وضع شائك ما رح يرضى لك الا بالافضل تدخل الوضع تدخل الحياة الجديدة وانت متوج وانت مرتاح من اجل ان يتحقق لك هاي الاسباب الموضوع رح يأخذ شوية مثل ما نقول اشياء تحدث خلف الكواليس انت ما قاعد تشوفها مو كل شي ما نشوفه ما نؤمن فيه اؤمن ان اللي قادم في طريقك هي مساعدة الهية الشخص اللي على الحصان دائما يرمز ايضا الشخص اللي يهرع الى مساعدة الاخرين في مساعدة الهية انت جدا في امثل حاجة لها في شهر يونيو رح تهرع اليك وتدخل في حياتك فجأة ننتقل الان الى الجانب العاطفي اجدي برج الدلو القراءة العاطفية طبعا انت من الابراج الذكية اللي ما تحتاج مني الكثير من التوضيح انا اثق بطبيعتك الهوائية القراءة ممكن تكون عكسية يعني لما اقول الشريك يفعل كذا وكذا ممكن انت اللي قاعد تسوي كذا وكذا انت اللي تعرف وضعك مع الشريك اعكسها بما يناسب وضعك نشوف برج الدلو الحياة العاطفية خلال شهر يونيو اول كرت حكم النهائي اشوف برج الدلو تعب من الروحة والرجعة التأرجح بين القرارات وايضا في نفس الوقت تتمنى تتمنى ان يكون في رجوع لشخص رجوع لفرصة ملكة النار قاعدة هنا تفكر لو رجع فيك الوقت رح تتصرف بشكل افضل رح تعبر دائما ملكة النار هي الملكة الواضحة تقول رغباتها تصارح الاخرين بدوافعها بدون ما تخاف تتكلم بدون ما تخاف ملكة سيوف ايه هي اللي تسحب السيف على الاخرين هاد الملكة تحصل على ما تريد كأنما هني تتمنى ان يرجع فيك الوقت وتصير امامك فرصة جديدة عشان تكون اوضح مع الشريك تفكر هني ان وضوحك راح يكون جنبك او جنبك في الماضي الصراع قاعدة تقول لوم نفسك فيه طاقة لوم النفس لو انا كنت واضح معاه كان ما حدث الانفصال كان ما حدث الاختلاف كان ما حدث الابتعاد اربعة الاكواب اوكي 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 باخر كرت عشرة الاخصان رح اوضح الكرتات ولكن بما ان اخر كرت عندنا هو عشرة الاخصان برجة دلو في الحياة العاطفية يقول لك خلال هذا الشهر لا تلوم نفسك لا تحمل نفسك اكثر من طاقتها فيه امور حتى لو انت تصرف فيه مواقف حتى لو انت تصرف فيها بشكل مختلف رح تحدث نفس النتيجة او نتيجة مقاربة او نفس النهاية ليش هنا يتكلم لك عن اربعة الاكواب لما انا او شخص ثاني نكون ما نرغب في البدء بعلاقة جادة البدء بعلاقة جادة البدء في الاستثمار مع الشخص البدء في الالتزام ممكن تكون حتى انت ما في استعداد مخطط او مقرر حتى قبل ان يلتقي فيك انه هو مبتعد عن الحب انت هناك انا ما يقول لك لا تقعد تعيش في الصراع داخلي ان انا لو انت صرفت لو انا كنت واضح لو انا لو انا كان الامور لو انا صبرت طاقة الماهي طاقة الصبر لو انا ما استعجلت في ان ادخل معاه في نقاش او خلاف النصيحة لك لا لتلوم نفسك هذا الشخص اصلا ما كان عنده استعداد يمكن وجوده هني الجاجمنت او كرت الحكم معناتها انه كان منغلقه هني اشوفه منغلق عن الحب بشكل عام مش بسببك انت فلا تلوم نفسك ولكن اشوفه كأنه ما في الفترة القادمة تو ابتدى يستيقظ كرت يوم القيامة هي رجوع الاموات الى الحياة تو ابتدى يستيقظ على الفرص اللي فاتتها معاك تو ابتدى يستوعب حتى انه فقدك خلا وضح الكرتات خلا وضح الكرتات ستة الاخصان مرة اخرى اوكي اربعة السيوف خمسة الاخصان الخماسي الاول اربعة الاكواب الكوب الاول نعم عندك شخص كان مش مستعد انه فعليا او على ارض الواقع فكرة او طاقة كان موجود معاك ولكن مش مستعد ان يظهر العلاقة مش مستعد انه يدخل معاك في التزام لما انت واجهته تحدثت معاه بخصوص الالتزام بخصوص العلاقة شفت منه شوية طاقة انسحاب طاقة افتعاد ولكن مثل ما قلت لك داما احنا ابتدينا بكرت الججمنت سيكون توى بداية استيقاظه خلال هذا الشهر من سبات عميق اهني ايضا هذا كرت السبات واخر كرت ومستعد انه يأتي في دربك يعتذر هذا الاعتذار او حتى العرض بشكل غير مباشر احتمال انك تتعامل مع ابراج ترابية عذراء جدي ثور والابراج المائية هني قاعد اشوفها ايضا عندنا طاقة كل الابراج حوت عقرب سرطان الابراج النارية هي حمل واسد وقوس كلهم موجودين هذا حق الاشخاص اللي يحبون اني مثلا اذكر الابراج دائما انا اقول طاقة الكروت ما يملكها برج معين ممكن يكون شخص هوائي يمتلك كل الطاقة النارية خلال شهر يونه وهو شريكك نشوف اخر كرت الغصن الاول تعرف احنا لازم نموت قصة ان احنا لازم نموت عشان نقدر نعيش من جديد شفت الزرع او الارض المزروعة اللي صار لها فترة ولكن كأنما لسبب ما يحرقونها يحرقون الزرع كامل من اجل ان اعيدون بناء شيء عليه او اعيدون يزرعون الارض نفسها تصير اكثر خصوبة هذه هي قصتك باختصار مع الشريك لما انت كنت مستعده وكان غير مستعد ما عنده تقبل ما عنده انفتاح يرغب ان يكون معاك فيه عنده طاقة النار انجذاب لك حتى هو مش مدرك ليش ينجذب لك لانك برج الدلو شي طبيعي ولكن لما على ارض الواقع قلتلك طاقة النار انا ناخذ العلاقة على ارض الواقع يكون فيه شيء ملموس امام الناس يشوفونا شفت النار اش رون الناس يشوفونها يحسون بدفئها على ارض الواقع كانت كانت كأنه ما عندك انت مطالبات انه ثبت العلاقة يا شريكي يا حبيبي ثبت العلاقة اريد ان اعرف وين راح نروح شنو اسم علاقتنا وين احنا متجهين اهني انتدت الشريك عنده مثل ما قلتلك طاقة الانسحاب ولكن استيقاضة الفعلي خلال الاشهر اللي طافت ترى شريكك مر بمراحل كثيرة خصصا ذاك كنت من فصلين كان يمر بمرحلة كأنما هو نايم نايم مش مدرك انه خسرك ابتدى او سيبتدي استيقاضه خلال شهر يونيو مش معنات انه سيرجع خلال شهر يونيو ممكن يبتدي ان يدرك انه خسرك انزين ما بينه هو هني مش مستعد الى طاقة اللي انا من نفسي رح ابحث عن برج الدلو واعتذر منه واحاول ان ارجع اشوف هني طاقة اشوف اصلا اذا راح يعطيني فرصة فقد الامل انه انت حتى تعطي فرصة يحس انه غلط في حقك وحكمه كان خطأ على الموضوع في السابق يعني اخطأ عندما تصرف معاك بالطريقة القديمة انت اللي تقدر تحدد هل هو تأخر في عرضه هل تأخر في استيقاضه هل راح تقبله عندما يرجع او ما تقبل هذا هو قرارك الخاص ولكن وجود الكثير من طاقة النار هنا ننتهي بالغصن الاول البداية الجديدة كأنما هني طاقة شوي مواجهة اريد ان اثبتلك ان هاي المرة غير عن المرات السابقة الاربعة ممكن يكون كذا مرة انتو انفصلتو هني يريد ان يثبتلك ان هاي المرة راح تكون غير عن سابقاتها انه فعلا هو يريد ان يبقى يريد ان يبني يريد ان يقدملك شيء يثبت به حسن نيته وننتقل الى الاخبار القادمة في طريقك خلال شهر يونيو اذا انت بانتظار اخبار مثلا فحوصات معينة تأشيرة سفر هجرة اي نوع من الطلبات او الموافقات سننظر اليها ان شاء الله اول كرت كرت برج الحود العالمة ثلاث الخماسيات طاقة الالتفاف حول الهدف ثلاث يعني عندك هدف صح ما تروح له بشكل مباشر تلتف حوله في سبب الالتفافك ممكن لان الطريق الرئيسي الي يؤدي الى مطلبك مغلق فارس النار الفارس الي مستعد ان يتبع اي طريق اي طريق ما عندك تعلق بطريقة معينة كأنما المطلوب منك لكنها شوي حتى ما باقول لك مبادئك الانسان ما يقدر او صعب ان يتخلى عن مبادئة تخلص من الاسلوب الي تتبعه طريقة تفكير معينة من اجل ان تحصل على مرادك ثمانية السيوف لازم تفعل تبتدي خلال شهر يونيو تحقق لنفسك ماذا تحلم فيها خلال شهر يونيو هي فقط بداية حتى ما باقول لك اساس هني اشوفك قاعد تحاول ان تنظر الى طرق اخرى للحصول على مرادك اذا كنت مثلا تقدم على تأشيرة هجرة او او عمل في دولة ثانية فيه اشتراطات الاشتراطات ما راح تقدر تستوفيها بشكل مباشر ولكن فيه طريقة ثانية فيه طريقة ثانية انت هني اشوفك هي كأنما شوي ضد مبادئك او راح راح تبعدك عن اشخاص ان تدحبهم فيه شي فيه ثمن راح يندفع من اجل ان تحصل على مرادك انت هني بين نارين بين مبادئك او حتى مش فقط مبادئك ممكن انك مثلا وصلت الى منصب معين مستوى معين انزين ومن اجل ان تحصل على التأشيرة او ان تنتقل الى بلد معين في بالك لازم مثلا تنزل الى وظيفة اقل بكثير من مستواك الحالي ممكن هذه الطاقة ايضا ولكن محتاج جدا طاقة المرونة وطاقة الالتفاف طاقة البكاء برج الحود راح ننظر اخر شي الى الرسالة التحذيرية لك اللي لازم تنتبه لها خلال هذا الشهر طاقاتي طائر اسطوري يتكلم عن طبعا قصة طائر العنقاء بعد رحلة طويلة ومتعبة يقوم فيها يرجع الى المكان اللي ولد فيه يحترق يحترق من الداخل الى الخارج لكي بعد فترة من الرماد يرجع جديد من الرماد اشوفك هناك انما تنتظر رجوع فرصة في فرص كانت متوفرة امامك قبل كم سنة اكثر من الحين تريد ان ترجع هذه الفرص ولكن الوقت تغير فلازم عشان تحصل على مرادك تتبع انت نفسك نفسك حافظ على نفسك حافظ على مبادئك ولكن محتاج وجهة نظر جديدة في الموضوع لا تعتمد على الاساليب القديمة خلال هذا الشهر لا تعتمد على طريقة التفكير القديمة هذا الشي اللي انت قاعد تقدم عليه حتى وان كانت اجراءات رسمية القوانين فيها سريعة التغيير فانت ايضا لا تثبت هذا الفرص ما يثبت خليك دائما تأقلم سريع الحركة ومرن اللي في الماضي خلاص في الماضي فرصة وانت ما اخذتها قبل من اجل الفرصة القادمة امامك لازم تتخلص من الماضي تنتهي شوي من الماضي اوكي اذا مثلا انت في بالك رح اسافر او اريد ان احمل ولازم احمل بالطريقة الفلانية لازم شوي يكون عقلك منفتح لانه كأنما حملك رح يكون متوقف على اتباع اساليب بديلة اساليب بديلة انت اشوفك مش منفتح من اجلها اذا كان بثلا تأشيرة عمل فاهني قوانين واشتراطات التأشيرة ما رح تعجبك او رح تكون دائمة التغيير فخلك انت مرن من اجل ان تستطيع ان تواكب تواكب التغييرات ونشوف لك الطاقة الحيوانية اللي تحتاجها خلال هذا الشهر طاقة الحمار الوحشي وعنصره ناري تقريبا شوف اثنى زائد 9-11 11 يتكلم عن طاقة المرايا طاقة لما انت انظر الى نفسك في المرايا ما الذي تريد ان تراه من هو الشخص اللي تريد ان تستيقظ لتكونه كل يوم مش فقط تتمنى فعلا ركز ماذا تريد ان تكون في حياتك رح اقول لك ماذا ايضا تعنيه طاقة المرايا طاقة المرايا هي طاقة التلوون احنا دائما قبل ان ننظر او اثناء ما ننظر الى المرايا هذا الرقم 11 نكون مستعدين لان نتغير طاقة الفارس التغير نغير نتلون اوقات ممكن يقول لك فلان يتلون معنات انه منافق يعني اشوفك انت خاف ان يشككون الاخرين في مبادئك او حتى في اشتركوا في القناة